امتحان بطالوريا في مادة التاريخ والجغرافيا بارد دورة 2021 الشعب العلمية الموضوع الأول مع التصحيح التاريخ الجزء الأول ستة نقاط لقد كان لتعاظم المادة الشيوعي في أوروبا أصل كبير على السياسة الخارجية الأمريكية لفترة ما بعد الحرب فالمادة الشيوعي يشكل خطأ لا بد من مطاومته لذا اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات عدة لمطاومته باتباع سياسة المساعدات الاقتصادية التي برزت من خلال مشروع مارشال وإطامة تحالفات عسكرية واتضح ذلك جليا في حلف شمال الأطلسي المرجع الدورتور إينا السعدي عبدالله السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد الصوفياتي من 1945 إلى غاية 1950 ميلادي الصفحة 124 المطلوب إشرح ما تحته خط في النص ثانيا عرف بالشخصيات التالية ديدوش موراد نيتيتا خروتشوب هاري ترومان الجزء الثاني أربعة نقاط بالتوقيع لإتفاقية وقف إطلاق النار في عام 1962 ميلادي بدأت ملامح قيام الدولة الجزائرية التضح وليعادة بنائها سارع قادة الثورة لأرض مؤتمر طرابلوس الذي حدد الإختيارات الكبرى للجزائر المستقلة المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست ارتب مقالا تاريخيا تبين فيه أولا الظروف السياسية التي قامت فيها الدولة الجزائرية الاختيارات السياسية والارتصادية التي أقرها مؤتمر طرابلوس لإعادة بناء الدولة الجزائرية الجغرافيا الجزء الأول ستة نقاط أولا من المتعرف عليه ارتصاديا أن التدفقات الدولية لرؤوس الأموال تساهم في دفع عجلة التنمية الارتصادية وبالرغم من صحة هذه العلاقة على وجه الأموم في كثير من الدول المتقدمة وكذا بعض الدول الناشئة إلى أن الدراسات التطبيقية الحديثة التي أجريت في عدد من الدول النامية تشير إلى أن هذه العلاقة ليست مستقرة وقد تختلف من ارتصاد إلى آخر المرجع الأستاذ الدورتور محفوظ جبار دورتورة سامية عمر التدفقات الدولية لرؤوس الأموال الصفحة 137 المطلوب اشرح ما تحتاجه خطف النص ثانيا إليك جدولا يمثل نسبة استخدام الروبوتات الصناعية في العالم عام 2018 ميلادي المنطقة والنسبة إفريقيا 2.8% أمريكا 13.6% أوروبا 17.3% آسيا 65% بقية مناطق العالم 1.3% المصدر تقريص صندوق النقد الدولي عام 2019 ميلادي المطلوب مثل المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول بدايرة نسبية نصف قطرها 4 سنتيمتر الجزء الثاني 4 نقاط تضافرت عوامل مختلفة جعلت من إقليم الراين أحد أهم الأقاليم الاقتصادية في العالم حيث أصبح يحتل مكان أهم في اقتصاد الاتحاد الأوروبي المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست ارتب مقالا جغرافيا تبين فيه أولا مكانة إقليم الراين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي ثانيا العوامل التي ساعدت إقليم الراين على تحطير تلك المكانة التاريخ الجزء الأول أولا شرح ما تحته خطف النص المد الشيوعي انتشاء الأفكار الشيوعية خارج الاتحاد الصوفياتي في طول من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لتسب مناطق النفوذ ومواجهة الرسمالية الصين توريا الشمالية الفيتنام توبة إلى آخره خلال الحرب الباردة مشروع مارشال مشروع اقتصادي تقدم به جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس جوان 1947 ميلادي يقوم على تقديم مساعدات ارتصادية ومالية لدول أوروبا من أجل إعادة بنائها واحتوال مد الشيوعي الصوفياتي بها حلف شمال الأطلسي تتتلعستي ضم دول أوروبا الغربية الرسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية تأسس في الرابع أفريل 1949 ميلادي هدفه تطوير المد الشيوعي في أوروبا والدفاع لمصالح المعصر الغربي مطره بروتسل ببلجيتا توسع نحو أوروبا الشيطية بعد نهاية الحرب الباردة ثانيا التعريب بالشخصيات التالية ديدوش موراد 1927 إلى غاية 1955 ميلادي أحد قادة الثورة الجزائرية وعض في حركة انتصال حريات الديمقراطية والمنظمة الخاصة اللجنة الثورية للوحدة والعمل المجموعة الاثنان والعشرون المجموعة الستة عين قائدا للولايات الثانية من مفجرية الثورة استشهد في عام 1955 ميلادي نتيتا خروتوب عض في القيادة الثلاثية ورئيس الاتحاد الصوفياتي من 1953 إلى غاية 1964 ميلادي بعد وفاة ستالين صاحب مبادرة التعايش السلمي طعم بحل جهاز الرومانفون سنة 1956 ميلادي عصر أزمة قناة السويس سنة 1956 ميلادي وأزمة بلين الثانية سنة 1961 ميلادي وأزمة كوبا سنة 1962 ميلادي هاريت رومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 1945 إلى غاية 1953 ميلادي وافق على استخدام القنبلة الذرية على اليابان خلال المواجهة العسكرية الثانية أحد أرطار بالحرب الباردة له مبدأ حمل اسمه مبدأة رومان 1947 ميلادي تدخل عسكريا في توريا عرف بدعمه الشديد اليهود الجزء الثاني مقدمة قيام الدولة الجزائرية بين الظروف السياسية والاختيارات التبرى لمؤتمة طرابلوس تقبل كل مقدمة وظيفية أولا الظروف السياسية التي قامت فيها الدولة الجزائرية التوقيع على اتفاقية إيفيان يوم الثامن عشر مارس 1962 ميلادي وإعلان وقف إطلاق النار وسيران مفعولي في التاسع عشر مارس 1962 ميلادي إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة لتسير المرحلة الانتقالية ترأسها عبد الرحمن فارس اجتداد النشاط الإرهابي لمنظمة الجيش السري الفرنسي لويس لإجهار تطبيق اتفاقية إيفيان إنعيقاد مؤتمر طرابلوس في مايو جوان 1962 ميلادي والذي حدد لاختيارات الكبرى للجزائر المستقلة إجراء استفتاة قائل المصير يوم الواحد جولي 1962 ميلادي وإعلان النتائج في الثالث جولي 1962 ميلادي واعتراف فرنسا باستقلال الجزائر في الخامس جولي 1962 ميلادي تكوين جمعية تأسيسية برئاسة فرحات عباس وإعلان قيام الجمهورية الجزائرية المستقلة في السادس والعشرون من الشهر التاسع سنة 1962 ميلادي برئاسة أحمد بن بلا ثانيا الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اعترها مؤتمر طرابلوس لإعادة بناء الدولة الجزائرية ألف الاختيارات السياسية تشهيد دولة عصرية على أسس ديمتراطية في إطار الحزب الواحد دعم السلم والتعاون الدوليين ومحاربة كل أشكال الاستعمار تتسيد الوحدة المغاربية والعربية والإفريقية باء الاختيارات الارتصادية اعتماد الاشتراكية لنظام اتصادي لتحقيق التنمية الشاملة استعادة السيادة على ثروات البلاد ومحاربة الاحتكار والارتعاية انشاء عملة وطنية الدينار الجزائري خاتمة اختيارات مؤتمر طرابلوس تتسيد لمواثيق الثورة في بناء الدولة الجزائرية تقبال كل خاتمة وظيفية الجغرافيا الجزء الأول اولا شرح ما تحته خطف النص رؤوس الأموال الموارد المتنوعة الثابتة المصانع والعقارات والمنطول الأموال والآلات التي تستثمر في المشاريع المختلفة وتستخدم في العملية الانتاجية تصد المساهمة في الدخل القومي التنمية مجموعات القرارات والإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات لاستغلال الأمثل للإمكانيات الارتصادية والطبيعية والبشرية بهدف تحقيق التطور الارتصادي والرفاهية الاجتماعية تقبال كل الإجابات الصحيحة الدول المتقدمة مجموعات الدول الكبرى التي تتحكم في الارتصاد العالمي انتاجا وتسويقا وفي رؤوس الأموال تنتمي لعالم الشمال العالم المتقدم مثل الأرطاب الاقتصادية الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وشارك وجنوب شارك آسيا ثانيا رسم دائرة نسبية تمثل نسبة استخدام الروبوتات الصناعية عام 2018 ميلادي العنوان والمقياس والمفتاح والإنجاز والعمليات الحسابية الجزء الثاني مقدمة إقليم الرائم بين عوام القوات الاقتصادية ومتانته في اقتصاد الاتحاد الأوروبي تقبال كل مقدمة وظيفية أولا متانة إقليم الرائم في اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكبر إقليم من حيث النشاط الاقتصادي الصناع والزراعة والتجارة تتواجد به أهم البورصات في العالم مثل باريس وفرانفورت به ثاني أكبر ميناء للتبادل التجاري في العالم ميناء روتردام هولندا إقليم مرتض بالسكان يد عامل وسط استهلاتية وبه أكبر تجمع مدن في الاتحاد الأوروبي أكبر إقليم مساهم في صادرات وواردات الاتحاد الأوروبي يلعب دورا كبيرا في تسهيل المواصلات والمبادلات التجارية بين مدنه من خلال نهر الراين ثانيا العوامل التي ساعدت إقليم الراين على تحطير تلك المكانة القوى البشرية واليد العامل المؤهل والسط الاستهلاتي الواسعى قوة البنية التحتية الإمكانيات الطبيعية نهر الراين والثروات الباطنية انفتاح إقليم الراين على الواجهة البحرية الشمالية حرية انتقال الأشخاص والأموال وفرت رؤوس الأموال من خلال البورصات والبنور خاتمة يبقى إقليم الراين أهم فضاء اقتصادي في أوروبا والعالم تقبل كل خاتمة وظيفية تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى بالتوفيق لجميع طلبة البكالوريا اللهم يجعل لي نورا في قلبي ونورا في نظري ونورا في سمعي ونورا في لساني ونورا في بصري ونورا في بدني ونورا في روحي ونورا في وجهي ونورا في شعري اللهم يجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد